موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن البرهان على إفلاس النظام في الجزائر أي ملاحظ أو محلل أو متابع حيادي لما يجري في الجزائر سيخرج بنتيجة حتمية أن النظام يعبر بنفسه على نفسه ويؤكد بأنه أفلس ولم يعد لديه ما يقدمه للشعب الجزائر أولها هو أنه عجز في إحداث التغيير سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى طريقة التسير حيث لاحظنا أنه الوضع كما هو عليه بل أسوأ مما كان عليه من قبل هذا واضح لو ذهبنا إلى أي مواطن جزائري في الشارع الجزائري وتسأله هل النظام غير سيقول لك لا وإذا سألته وقلت له هل النظام قادر على إحداث التغيير سيقول لك لا أيضا هذا واضح إذن عجز النظام على إحداث التغيير أو إحداث القطيعة على ممارسات خلت واضحة وبينة وما يخدعنا لا بالشعارات ولا بالأكذيب ولا بإعلام مزيف يروج للباطل والكذيب واضح نفس الأشخاص نفس المنهجية في التسير نفس الأباطيل نفس الأكذيب نفس العقلية احتقار الناس احتقار الرأي الآخر كله واضح وبين هذا دليل على الإفلس النظام لم يستطع إحداث التغيير ليس أنه يحاء أو أنه قادر ولم يفعل بل عاجز هذه الحقيقة لأنه لم يستطع إحداث أي تغيير منذ في بداية الأمور ظهرت بعض البوادر وكذا وسجون وإقاف وشعرات واستجابة وكذا ووعود وبعد ذلك من بعد 12-12 ديسمبر الأمور اتخذت ما سار ردة حقيقة الأمر الثاني هي الوعود الكاذبة يوميا نسمع وعود ولم يتحقق منها شيء إذا ذهبنا إلى وزير التجارة منذ فطرة وهو يطلق الوعود وينفق العهود بدون حد ولا عد ولا حساب ولكن على أرض الواقع لا شيء روحوا إلى المسؤولين الآخرين نفس الشيء الوعود الكاذبة حتى أنهم صوروا للجزائريين أنه بعد أول نوفمبر واستفتاء الدستور ستتحول الجزائر إلى منارة في المنطقة وفي العالم ولم يحدث ذلك على مستوى الدول أطلق الكثير من الوعود ولا شيء يحدث بل يحدث إلا التراجع الدبلوماسي والخيبات التي لا تحصى ولا تعد النظام منذ عقود وهو يكذب على الجزائريين رجعوا لكم معسكر كاليفورنيا رجعوا لكم كذا هذه الانتخابات هي مصيرية بالنسبة للجزائر الجزائر ما بعد الانتخابات ستتحول إلى عالم آخر هذا الذي أطلقوه في انتخابات زروال أطلقوه في عام 99 مع بوتفليقة وبعد ذلك في 2004 مع بوتفليقة 2009-2014 وأيضاً 2019 مع بوتفليقة نفسه لو لم يحدث الحراك الشعبي وأيضاً الدعم الذي تلقاه الحراك من المؤسسة العسكرية وإلا الأمر سيستمر على ما هو عليه جاءت 12-12-2019 أطلقوا نفس الوعود تبوه وعده باسترجاع الأموال سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة والحديث عن سجلال حراش ربما أموال طائلة السوريقة ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال منهوبة؟ نوريك الخطان تائي أنا أعطيك هذه يخليها علي أنا شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونت الخطة وعده برفع الأجور وإعادة الاعتبار للمواطن الجزائري في الداخل والخارج في الخارج رهم يتطيشوا الجزائريين في مطار باريس وفي مطار شارك ديغول في باريس ولا حد يلتفت إليهم الإعلام الفرنسي صار يتحدث عليهم والأمور مسيئة وبائسة إلى أبعاد الحدود النقطة الأخرى التي تدل دلالة قاطعة وواضحة على بؤس النظام تتمثل في توزيع تهمة الإرهاب النظام لم يجد كيف يواجه الشارع أو يتماهى مع الشارع إلا سياسة توزيع الإرهاب حيث أراد أن يسور للجزائريين أن ما يجري في الشارع وأن المظاهرات الشعبية ما هي إلا حركات تقوم بها إما ناس مؤدلجين أو أنه ناس تم تغليتهم ومغفلين وما إلى ذلك وبعد ذلك لم يجد حيصان طروادة في الحكاية ورقة الفيس قد انتهت ولم يعد هما أصلا قالوا من قبل أن الفيس انتهى يعني يكون يعود يرجعوه يظهر كذبي ومسكو في واحدة الجمعية اسمها جمعية رشاد كأن جمعية رشاد هي التي تحرك الشارع الجزائري هي رأس الحربة هي التي فعلت إذا كان كما يقول النظام هذه الجمعية صارت حركة قوية رغم أنها ما لا شيء هي تتماهى مع مطالب الجزائريين وعندها ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي يشتغلوا في شبكات التواصل الاجتماعي وانتهى الموضوع والشارع الجزائري ره يرفع في شعارات لا تقولوا فيهم رشاد ولا تقولهم في الأمور الأخرى فأرادوا إلصاق تهمة الإرهاب وبهذه الطريقة البائسة التي كانت من قبل موجودة هذا ما كان يدير فيه تفيق ويدير فيه خالد النزار ضباط كانوا في الجيش مساكن يصلوا فقط تلقوا راحهم بتهم الإرهاب تم تصفيتهم والتي تم سجنه وهذه العقلية كل من يقول كلمة مناهضة للنظام يلصقوا لتهمة الإرهاب وهذه الفكرة الجزائر أوحتها أيضا حتى النظام بشر أسد ومن قبل في أحد الحلقات عرضت وثائق عن المخابرات السورية كيف التقت مع المخابرات الجزائرية وكيف أرادت أن تستفيد من تجربة الجزائر في تحويل المشهد السياسي من مشهد سياسي وثورة شعبية إلى مكافحة الإرهاب عبر صناعة التنظيمات وعبر صناعة الجماعات وهو الذي حدث في سوريا لاحقا فالجزائر تطقن جيدا فكرة تحويل شيء من أمر عادي مطلب شعبي إلى تهمة الإرهاب أمر آخر يحاول يرصق فيها نزعة الانفصال على أساس أن ما يجري في الشارع الجزائري هي نزعة خاصة بمنطقة معينة منطقة القبائل وأن هذه فقط بدأوا يحركوننا وحد النزعة الكراهية والمعركة العرقية بين أبناء الجزائريين وهي خطيرة جدا وهي أكبر ما يخدم النزعة الانفصالية نعم أكبر ما يخدم النزعة الانفصالية هي هذا الأمر عندما يجي وتبدأ الصراعات العرقية بين الجزائريين الأمور تمشي رويدا رويدا إلى ترسيخ نزعة الانفصالية هم اللي يخدموا الانفصال بهذه الطريقة حقيقة وجد طيار اسمه الماك صاحبه عايش في باريس عنده مناظرين تاعه يريد يقول بأنني ليست جزائري وأنني قبائلي وهذا لا يعني أن هذا الخطاب ره موجود في كل القبائل هذا كلام فارغ نعرف كثير من القبائل وطنيين ومحبيين لبلادهم ولكن هذه المنطقة أثبتت وجودها ضد النظام ومنطقة موحدة وعندها خطوات معينة ومصرة على مطالب معينة تفرض نفسها وصارت تؤثر في صناعة القرار والأمر هذا هو هذه الحكاية النظام حبي يبدلها ويحاول أن يحولها إلى نزعة انفصالية وهذه خطيرة إذن بالنزعة الإرهاب تريد أن تصور جزائر أنها جزائر تصنع الإرهاب وهذا مذر لها في المجتمع الدولي في الأمر آخر أنك تريد أن ترسخ نزعة انفصالية في هذا الأمر بدل أنك تتماهى مع الشعب وتستجيب للمطالب وتحدث التغيير وتبتعد على هذه الأمور للأسف يلجأون إلى مثل هذه الأمور البائسة التي لقيمتها أمر آخر يحدث بكثرة يتمثل فيه تخوين معارثين وهذا بائس جدا حذره عميل صهيوني حذره عميل للمخزن المغربي ويحاول يروجه كأن المخزن المغربي هو اللي يحرك لهم الشارع إذا كان صحيح نقولها فرضية أن المغرب هو اللي قاعد يحرك في الشارع الجزائري ننصحكم تروحوا تقعدوا في دياركم وبالأنكم تستحقون المحاكمة أين الأجهزة الأمنية؟ أين المخابرات الجزائرية؟ أين الأمن القومي الجزائري؟ أين وزارة الداخلية؟ أين وأين وأين؟ يعني تجي دولة جارة بنظامها وبمخابراتها تستطيع أن تحرك لك الشارع وتحدث لك ثورة شعبية في الجزائر معناها في هذه الحالة أنكم لا تستحقون البقاء في الحكم وهنا الشعب عنده الحق يقولكم لازم تطرح لقاء لأن مسؤوليتكم حماية الأمن القومي أما إذا كانت الدعون وتكذبون وهو الأرجع فهذا أيضا بؤس أنكم هنا تهنون الجزائر وتحولون أن الجزائريين كأنهم عبارة عن بيادق لدى المخزن المغربي للأسف الشديد وهنا بين قوسي وليس عادة أن أرد ما يستهدفني شخصيا لأنها لا تعني لي شيئا بل أنه حتى لو كان يجي ما تقول ما تقول ما راح يتصدقوا كل يوم راح يديروا حكاية حتى لا أضيع وقتي في مثل هذه التفاهات ولكن أشير إليها في 2010 زرت مدينة الداخلة المتنازع عليها بين جبهة البوليزاريو والمغرب وأجري التحقيق نشرت في الشروق بعد عودتي نشرت في الشروق خمس حلقات سميتها ثلاثة أيام في الداخلة مع شعب لا يؤمن إلا بتقرير المصير وأحدثت تلك التحقيقات ضجة كبيرة يعني جي صح في جزائر ويدخل إلى هذه المدينة ويخرج ولا يحلب في أواني المخزن المغربي تعتبر سابقة عملت علي المخابرات المغربية حملة ليست لها نظيم وبعد ذلك نشرت أيضا كتاب المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر وتشاهدون في الصورة هو أكثر من مئتين صفحة كشفت فيه كل مخططات المخابرات عن طريق محاولة استغلال الجزائريين الموجودين في الخارج وكذا وكذا كثير من الأمور غير مسبوقة هذه من خلال تجربة شخصية حيث أنه المغرب كي يشوف واحد جزائري خرج للخارج طلب اللجوء السياسي خاصة لما يكون كان ضابط مباشرة يلتفون حوله عن طريق الصحفيين عن طريق ناشطين عن طريق جمعيات وكذا وكذا ما يجوه بعد طريق المخابرات بعد براجعي من الدخل بأيام حاولوا ابتزازي حاولت المخابرات المغربية ابتزازي وكذا وحبني وصلوا حتى أرسلوا لي إيميلات وقالوا لي رأنا صورناك في الفندق وانت راقد صورناك وكذا 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 واحد الدعايات لا تحصى ولا تعد ولكن بعد ذلك خرجوا بالسجيل صوتي التسجيل الصوتي المنسوب إلي أرسلوه إلى المخابرات الجزائرية لم يرسلوه لي أولا أرسلوه للمخابرات الجزائرية لأن المغرب صور زيارتي إلى الداخل على أساس أنها عملية استخباراتية ضده وصار ينشر الحديث عن الضابط ضابط الاستخبارات الجزائرية أنور مالك وداروا لي حتى سيرة ذاتية راكم تشاهدوا فيها في الصورة على أساس أنني مضابط استخبارات ومهمة اختراق اخترقت السجون واخترقت المعتقلات واخترقت المعارضين في الخارج وما إلا ذلك من تصوير هذه الأمور على المهم هذا التسجيل أرسلوه إلى المخابرات الجزائرية وأرسلوه إلى جريدة الشروق فاتصل بي علي فوضيل الله يرحم وكان مدير جريدة الشروق فخبرني فقلت له أرسلني طرح هذا التسجيل فشفنا فقلت له هذا التسجيل مفبرك تمت فبركته بأجهزة أو بمقلدي صوت أي شيء بهذا القبيل قلت له أنا ما ألتقيت مع هذا الشخص الناس اللي ألتقيتهم أذكرتهم بالأسماء في كتابي حتى مدير المخابرات اللي ألتقيت به في المغرب وبطريقة ما كنت أعلم ولا موعد مسبق أنا ذكرت القصة كيف حدثت ذكرتها في كتابي ورويتها أيضا في الشروق في 2010 حكيت يعني حتى الصوت ما هو صوت هذا الشخص بل أن القضية مفبركة على أساس بأنني أريد بيع وثائق بل أكثر من ذلك أين هي هذه الوثائق التي يدعون أنه قدمت إلى المخزن الماري بل التقيت مع العقيد فوزي اللي كان مسؤول إعلام أنا ذاك التقيت به في باريس وأكد لي بأن الفيديو كان أو التسجيل مفبرك وأنه تحت ابتزاز يريدون ابتزازك فقط وما إلى ذلك من هذه الأمور بعد ذلك من هو الذي نشر الوثائق أنا نشرت وثائق مسربة من الاستخبارات المغربية حول لقاءات مع جرودكال وكذا في أراضي الموريطانية وثائق أخرى تتعلق بمراسلات تخسطون وليبيا وما إلى ذلك وأحدثت زلزال داخل المخابرات المغربية أنا اللي نشرت وثائق مسربة أجريت حوار مع ضابط سابق في الجيش المغربي وأحدث زلزال أجريت حوار أيضا ونشرتهم هذه كلهم نشرتهم في الشروع مع عميل الاستخبارات وكان لديه تواصل مع المنداري الذي تم اغتياله في إسبانيا وكذا وكذا وقدم شهادة خطيرة دفعت المخابرات المغربية إلى تحريك وزارة الداخلية دارة بيان وما إلى ذلك الأمور بل حركت حتى الإعلام ليكذب هذه الأمور المهم بالمختصر المفيد أن هذا التسجيل الذي يجري الترويج له بكثافة روج له أنا ذاك ونشر عبر الأنترنت بعدها كما ذهبت إلى سوريا في بعثة المراقبين واستقلت تم الترويج إليه مرة ثانية على أساس أنني ألتقي مع عميل في الاستخبارات المصاد وأكذا وكذا وكذا وبعد ذلك هذه الفطرة لما عدت أتكلم بكل وضوح وصراحة وأكشف الوضع لأنه خوفي على الجزائر كبير عاودوا رجعوا يروجلوا كأنه سبق وكأنه جديد وكذا وبدأت صفحات الجيوش الإلكترونية تروجلها هذه هي قصة هذا التسجيل أقولها للمحبين إما الخصوم أدرك تماما أنهم لن يصدقوا كلامي بل هدفهم ربما بعد سنتين أو ثلاث سنوات أعلن موقف ما ويعاودوا ينشره من جديد على أساس أنه تسريب جديد المهم إخواني هذا كله يأتي في سياق حرب التسريبات هكذا يروحوا مكلمات كم من مرة وصلوا حتى الجسوا على زوجات بعض الأشخاص تتكلم في تليفون مع صديقتها يروحوا ينشروا لها التسجيل أيضا تسجيلات كثيرة كلها عبث في عبث لأنه الهدف ليس الحقيقة بل الهدف فقط محاولة التشويش على الشارع الجزائري كأنه الشارع الجزائري الآن يتبع في أنور مالك ولا أنه الحراك القائم أنه جاء بسبب أنور مالك وما إلى ذلك الحراك القائم في الجزائر بسبب ممارسات النظام لن يؤثر فيه أنور مالك إذا كان في الواجهة أو أنور مالك راه خائن أو أنور مالك راه عميل أو أنور مالك راه مقدس أو أنور مالك راه مدنس هذا ولا فلان ولا علان وما إلى شيء آخر الأمور لا تتم معالجتها بهذه الطريقة من المفروض تخوين الناس ولا يمكن أن يحدث أبدا بهذه الطريقة الدولة هي التي تتحمل النظام هو الذي لا يتحمل المسؤولين أمر آخر لم يقتصر على ما ذكرت من قضية التخوين أيضا لجأوا إلى التخويف حيث يتم ملاحقة الناس لأنهم يريدون الآن بعد فطرة هم يخططون لإدراج مثلا رشاد كما تنظيم إرهابي ربما أقول ربما يلجأون أيضا إلى استهداف الماك وإن كانت معلوماتي الجديدة تقول بأن هذا الأمر لن يجرؤ عليه بسبب خلافات مع بعض الدوائر وتخوفات من الشارع في منطقة القبائل وما إلى ذلك من هذه الأمور حيث سيتم اعتبارها بأن الهدف هو استهداف منطقة القبائل وليس استهداف فرحات مهني الذي ليومنا هذا لم تفتح له قضية واحدة في الجزائر ولم يصدر ضده أي حكم في الجزائر ولم تلاحقه أي مذكر التوقيع في حين الناشطين الآخرين تتم ملاحقتهم وأنا تمت ملاحقتهم في 2007 أعتقد أو في 2008 بمذكرة توقيف دولية ولاحقوا غيري وما زالوا يلاحقون إذن تخويف الناشطين عبر تهمة الإرهاب تهمة الانفصال قضايا الأخلاقية قضايا التشويه الذي يطالهم لا لشيء إلا لأن لديهم مواقف مناهضة للنظام النظام الذي يضيق صدرهم من الرأي الآخر أعتقد بأنه نظام مفلس وبائس ولا يمكن أن يعول عليه في بناء الدولة إذن النظام الجزائري يعيش الإفلاس الحقيقي ولا يمكن الخروج من هذه الإفلاس إلا بأن يراجع نفسه أولا وقبل كل شيء إذا كان يظن النظام أن ما يقوم به حاليا من تخويف وترهيب وتخوين وملاحقة وعجز في إحداث التغيير وعدم القطيع مع الماضي وما إلى ذلك الخيارات الأمنية القائمة وخيار القمع الذي صار يمارس بطريقة بائسة وواقع حقوق الإنسان الذي هو في أسوأ ظروفه وكل هذه الأمور التي تحدث لا يستطيع أن يحدثها أعتقد بأنه هذا كله دليل على الإفلاس دليل على التخبط دليل على العجز دليل على أنه نظام صار يشكل خطر على الجزائر والجزائريين لأن الوضع القادم أخطر مما يمكن تخيله على المستوى الاستراتيجي مستوى داخلي الوباء العالمي الاقتصاد الذي هو يعيش في أسوأ مراحله هذا يتحتاج إلى رجال صادقين رجال يفكرون بمنطق استراتيجي وليس بمنطق العبث الذي مارسه نظار من قبل في التسعينات وأدى إلى مقتر ربع مليون جزائري وخسائر مالية بالملايير نكتفي بهذا القدر إخواني الكرام الحديث طويل في هذا الموضوع إن شاء الله نلقاكم في مداخلة أخرى لنكمل ما تبقى من الشجون عن إفلاس نظام كان من المفروض أنه يشكل منارة لدولة قوية على كل المستويات والأصعدات حولوها إلى حال ضعيف كما تروا إلى ذلكم الحين أستبتعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة